الآن عندنا قول الله عز وجل وآتينا موسى سلطانا مبينة فهنا إخواني الكرام في هذه الآية نركز على حرفين الحرف الأول هو السين والثاني هو اللام الساكنة كلاهما مرقب وقد يتأثر كلاهما بأطاء فنجد البعض يقول هكذا سلطانا وآتينا موسى سلطانا مبينة فيجعل السين صادا ويفخم اللام فهذا لا يصح إذن نقول سو هذا هو صوت السين سو ثم نقول سل سل لاحظوا إخواني أيضا اللام إخواني بينية لا بد أن نعطيها حقها من الزمن ثم نفخم طا طا هكذا إذن سلطانا سلطانا بهذا الشكل الآن نقرأ المثال وآتينا موسى سلطانا مبينا موسى جز PIB